دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسل هذه سنة رمضان دائما قال الله عز وجل أيام معدودات هذه الأيام المعدودة سريعا ما تنقضي سريعا ما تمر سوق سريعا ما ينفض يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر رمضان لم ينتهي ولو بقيت فيه ساعة واحدة لله في كل ليلة عتقاء من النار ما معنى أن لله في كل ليلة عتقاء من النار معنى ذلك أن بعض الناس تعتق رقبته من النار في ليلة التاسع والعشرين من رمضان معنى ذلك أن بعض الناس تعتق رقبته من النار في ليلة الثلاثين من رمضان يعني في آخر لحظة في آخر دقيقة ونحن لا ندري أنا مش عارف هل قبل صومي أم لا هل غفر ذنبي أم لا هل أعتقت رقبتي أم لا هل أدركت ليلة القدر أم لا هل الدعوة التي دعوتها ستكون سبب سعادتي قلتها أم لا هل الدمعة التي ستكون السبب رضوان الله عز وجل دمعتها عيناي أم لا لا أعرف أين اللحظة السعيدة في شهر رمضان هل مضت هل وفقت إليها هل تنتظرني في اللحظات الأخيرة في آخر اللحظات عندنا مثال عظيم على اللحظات الأخيرة في العبادات و لذلك قالوا إنما الأعمال بالخواتيم ختام الأعمال دليل على القبول دليل على رضا الله سبحانه وتعالى دليل على توفيق الله عز وجل بعض الناس يتساهل في آخر يوم رمضان و كأن رمضان انتهى و قد تكون هذه أسعد لحظات حياته قد تكون هذه هي لحظات التوفيق التي سيسعد فيها طوال عمره الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه نجم من نجوم علماء الإسلام جبل أشم عالم في الحديث هو الذي جمع المسند مسند الإمام أحمد بن حنبل و هو صاحب مذهب فقهي يأسس مذهب فقهي له أتباع في كثير من دول العالم الإسلامي و بالملايين إلى الآن صاحب القرآن صاحب محنة خلق القرآن صاحب العقيدة و الذي ألف في العقيدة رضي الله عنه و رحمه الله كان على فراش الموت مرض مرض الموت و هو يحتضر طلب من ابنه عبد الله قال لابنه يا بني أعطني صحيفة و قلما عاوز ألم و عاوز صحيفة لماذا حتى يؤلف في الفقه يعني الرجل ألف مذهب فقهي كامل و أصل له و يعني ألف في الفقه الافتراضي و نظم في العقيدة و في الحديث و المسند كتاب ضخم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فابنه عبد الله بيقول له هون عليك يا أبي يعني أنت فعلت الكثير و الكثير و جاهدت و سافرت و جمعت و نظرت و نصرت الإسلام الإمام أحمد بن حنبل شهد جنازته ألف ألف رجل مليون إنسان فقال هون عليك يا أبي يعني ريح نفسك و أنت قدمت لنفسك و للإسلام كثير الإمام أحمد بن حنبل لأنه فقيه لأنه عالم ماذا قال لابنه علشان إحنا الصائمين الذين يعني نرغب في رحمة الله و في رضوان الله و في مغفرة الله و في عفو الله و في عتق رقابنا من النار نحن نرجو أن يعتق الله رقابنا من النار فهذه رسالة الإمام أحمد بن حنبل لكل من يريد مغفرة الله و لكل من يريد رضوان الله مفيش وقت للطاعة و وقت نريح فيه بالعكس ده آخر الأوقات ده وقت البركة وقت الختام و الأعمال و بالخواتيم قال له قاعدة مهمة جدا قال يا بني لعل الكلمة التي نقولها تكون سببا في رضوان الله عز وجل لم تكتب بعد كتب المسند يعني مئات الآلاف من الكلمات كتب في الفقه كتب في العقيدة كتب كتب كثيرة و علم يعني أجيال و ماذا لذكره إلى الآن فقال له ممكن الكلمة اللي أنا هكتبها و تكون سبب رضوان الله على أحمد بن حنبل تكون سبب سعادة أحمد بن حنبل في الآخرة لم يكتبها إلى الآن فلا يريد أن يضيع الوقت و هو على فراش الموت هذه رسالة الإمام أحمد بن حنبل لكل صائم الآن لكل من يسمعنا الآن لعل الدعاء الذي سيكون سبب في سعادة الدنيا والآخرة لم تدعوه بعد من أدعيت كتير في رمضان ممكن يكون لسه محتاج يوم كمان دعوة خالصة توافق ساعة إجابة تغير الحياة إلى الأبد لعل السجدة التي ستكون سبب رضوان الله لم نسجدها بعد لعل هناك وقت باقي في رمضان يكون سبب السعادة سبب المغفرة سبب العتق وهذا الوقت ما جاء بعد لعل يعني الصلاة التي ستكون سبب في رفع الهموم وتفريج الهموم وأن يجعل الله عز وجل لنا من الضيق مخرجة وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب لم نصلها بعد فلا كسل ولا تهاون وخصوصا في الخواتيم الإمام بن القيم رحمه الله يقول الخيل لما يبقى فيه سباء خيل فالخيل حينما تشرف على نهاية السباق تبذل قصارى جهدها يعني بتجرب أكبر طاقة ممكنة عندها حتى تصل إلى خط النهاية فلا تكن الخيل أفطن منك يعني متخليش الحصان الفرس اللي هو حيوان لما بيدخل سباء بيبزل قصارى جهده حينما يقترب من خط النهاية علشان يحقق يعني مستوى أفضل فما يخليش هذا الحصان وهذا الفرس أفطن من أذكى من الإنسان أذكى من الطائع أذكى من المؤمن لا يمكن أن يكون ذلك فالختام الختام ختمه مسك عندنا من علامات قبول الطاعة أنا لما أصلي أعرف إزاي إن صلاتي قبلت لما أصوم أعرف إزاي إن صومي قبل لما يعني أدعو الله عز وجل أو أستغفر أعرف إزاي إن توبتي قد قبلت قالوا من علامات قبول الطاعة أثرها في النفس ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يبقى الحكمة من الصوم إن نحن نوصل في نهاية شهر رمضان أشعر بتقوى الله عز وجل أحس كده في القلب خشوع في الروح يقظة أحس إن أنا أريب من الطاعة بعيد عن المعصية أحس إن أنا بتأثر بالقرآن القيام بقى سهل الصيام بقى سهل التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل إن أنا يعني أكون حسد بتغير في القلب تغير روحي أنا بحب أقرأ قرآن أنا بحب أذكر الله عز وجل أنا أعشق الدعاء أعطني الوقت كده عاوز أدعي ربنا سبحانه وتعالى أستغفر أسبح قريب من الله عز وجل المعصية لا يعني تؤثر فيه لا أشتهي معصية لو كنت قبل رمضان مقيم على ذنب يعني فيه حاجة كده بتزليني معصية مش قادر أتخلص منها فلاقي نفسي في آخر رمضان أنا اللي قادر أتحكم في نفسي أنا بكره المعصية مش حبيبها زي زمان هذه علامات قبول الطاعة قلبك عامل إيد الوقت روحك عامل إيد الوقت طاعتك كيف حالها الآن صلاتك كيف حالها الآن قيامك كيف حالها الآن لو أردنا أن نعرف هل قبلت الطاعة أم لا فلننظر إلى آثار الطاعة في القلب هو أنا تغيرت ولا لسه رمضان بينتهي ساعات وينتهي الصوم يعني إحنا منتظرين الرؤية بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعلن دار الإفتاء عن رؤية رمضان قد يكون غداً للعيد وقد يكون هذه آخر ساعة في رمضان قد تكون فهل الآن أثر الصوم يبدو في قلبي قلبي دلوقتي تغير روحي دلوقتي تغيرت هل أثر الصوم يبدو في سلوكي كنت غضبان غضوب بتنرفز بسرعة دلوقتي بقيت أهدى كان فيه بينه بالناس مشاكل وخصام هل بقيت قادر إن أنا أسامح كلما زاد الإيمان في القلب كلما زادت قدرة الإنسان على التسامح يعني عدم التسامح ده بيدل على ضعف في الإيمان وإحنا لنا أن نرى في النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يسامح من يريد قتله معانا اتصال أم أصالة تفضلي السلام عليكم السيدنا وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عندي تستمع الكد بس مبتش أخوز شفاك الله وعفاك أرجع اللي ما ينفحش ما ينفحش لك الصيام أنا أتصار وأعمل يا أرجع اللي ما ينفحش التعب اللي عندك ده يا أم أصالة مستمر يعني نسأل الله عز وجل أن يعفو عنك ولا هو حاجة مؤقتة شهر شهرين وحتخف فيه لا مستمر على طول ربنا عفيك يا ربه يخفف عنك يا أم أصالة حاضر نجيبك إن شاء الله أم أصالة بتسأل عندها تعب والتعب ده الطبيب أوصاها بعدم الصوم لأنها هيبقى عليها مضاعفات خطيرة على صحتها وإحنا عارفين الكبد بيحتاج يعني زي الكلا تماما ممكن بيحتاج سوائل وهكذا وإن ممكن تأخذ علاج بالنهار عن طريق الفم والكبد لما بيمرض الجسم كله بيبقى تعبان وهمدان وكسل وخمول وضيق نسأل الله أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلة معنا أحمد من القليوية تفضل يا سيد أحمد ممكن تسمعنا من التليفون السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وبركاته يا مرحبا كل عام وأنتم بخير أنت بخير يا مشيخ؟ تفضل نسأل الله أنت من الشيخ إيه حكم تغميد العينين في الصلاة؟ تغميد العينين في الصلاة تمام في حاجة تانية يا سيد أحمد؟ الله خريك عن الشيخ شكرا تسلم أجيبك إن شاء الله طيب أم أصالة الطبيب نصحها بالإفطار وده الحكم ده خاص بكل حد عنده مرض هذا المرض مزمن يعني أمراض السكر في بعض درجات كده بيبقى صعب معهم الصيام الكبد أمراض القلب المفتوح أمراض القلب وعملات القلب المفتوح بعض الناس عندها مشاكل في الكولة والحاجات دي فالمرض المزمن هيفطر ويخرج فدية ربنا سبحانه وتعالى قال وعلى الذين يطيقونه المشآد يصوم فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله لو واحد ظروفه المادية ميسرة الليفل الاجتماع بتاعه يعني يقدر يطعم عن كل يوم مسكينين أو تلاتة أو أكثر ما فيش مشكلة طيب أم أصالة تعمل إيه دار الإفتاء حددت فدية رمضان عن اليوم الواحد عشر جنيل الفرد طبعا ده الحد الأدنى يعني نقدر نطلع خمستاشر أو عشرين أو نعمل وجبات ونطعم بيها تلاتين مسكين نقدر نطعم مسكين واحد كل يوم نأكله وجبة أو نجمع عشر مسكين تلاتة أيام أو بأي طريقة المهم نطعم تلاتين فرد أو نخرج قيمة الفدية على تلاتين يوم اللي هي عشر جنيه في تلاتين بتلتميت جنيه دي فدية رمضان وطبقا يطعام ونخرجها للمساكين الأستاذ أحمد بيسأل حكم تغميد العينين في الصلاة يعني عندنا بعض الحديث المهم في الصلاة الخشوع أن يكون الإنسان خاشعا في صلاته فلو تغميد العينين ده حيزيد الخشوع في الصلاة أو حيخل الإنسان يخشع بقلبه بعض الناس هو يحبه وهو يعني يدعو الله عز وجل أن يغمض عينيه يكون أكثر حضورا أكثر تأثرا أكثر استشعارا للقراءة وهو يصلي قلف الإمام فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك يبقى لو أنا حبص مكان السجود النظر محل السجود أدعى للخشوع ومش حخشع يجوز لي إغمض العينين ولا حرج في ذلك طيب عندنا علامات قبول الطاعة أن أنظر في قلبي أن أنظر في سلوكي أن أنظر في حالي مع الطاعات أن أنظر في حالي مع المعصية أن أنظر في علاقاتي مع الناس يبقى العبادة الإيمان إذا زاد في القلب زادت قدرة الإنسان على التسامح يبقى أدري يسامح إذا زاد الإيمان في القلب قل الخصام قل التوتر والإنفعال والعصبية يبقى ننظر في آثار العبادة في النفس من علامات قبول الطاعة أن أتبعها بطاعة معانا التصال رشاة زينب تفضلي سلام عليكم إزايك يا زينب 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 أنا أتمي زينب تفضلي يا زينب أنا مزادر زينشيك أنا أفضل ثلاث رقعات من ثلاث التروية إنسان لتنين من الواحدين هم ولا ثلاث رقعات الواحدين هم ماشي يا زينب أقول لك الصلاة الآخر ثلاث رقعات اللهم رقعات الوتر طيب حوضح المسألة أكتر عشان يعني ما لحقتش أسأل زينب بالتحديد في بعض الناس بييجي في العشر الأواخر عاوز يصلي تهجد وعاوز آخر صلاة من الليل تكون وطر والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن اللي هيصلي مع الإمام حتى ينتهي كتب له أجر قيام الليلة يعني لو رحت المسجد أصلي الترويح وصليت لحد ما الإمام خلص ودعى وانا معاه خالص ومشيت أنا كده كأنني قمت الليلة كلها طيب لو حصلي تهجد أنا كده خالفت السنة لأن أنا صليت الوطر قبل التهجد أعمل إيه حصلي مع الإمام والإمام يدعي في آخر ركعة ويخلص خالص ويسلم حقوم أنا أصلي ركعة تانية يبقى أنا كده صليت مع الإمام حتى انتهى ولكن لم أصلي الوطر وبعدين أصلي التهجد بالليل بعد الساعة 12 وحدة وأختم بالوطر يبقى دي طريقة للجمع بين الصلاة مع الإمام حتى ينتهي حتى ينصرف وصلاة التهجد وأن أجعل آخر صلاتي وطرا طيب الثلاث ركعات دولة نصليهم إزاي في ثلاث طرق الطريقة الأولى أصلي ركعتين وأجلس للتشهد وسلم وبعدين أقوم أصلي ركعة تالتة وده بيحصل في كثير من المساجد وهي طريقة صلاة الوطر الطريقة التانية إن أنا حصلي ركعتين وأجلس للتشهد كأنه تشهد أوسط ودي أشبه بصلاة المغرب بالضبط يعني زيها زي صيغة صلاة المغرب بصلي ركعتين وأجلس للتشهد الأوسط وبعدين أقوم أجيب ركعة تالتة ولكن في حالة الوطر بقرأها جهرا وبقرأ بعدها صورة وبعد الركوع بدع الله عز وجل رقم ثلاثة بصلي الثلاث ركعات وراء بعض دون أن يكون بينهما فاصل من الجلوس للتشهد يعني بصلي ركعة الأولى وأقوم أصلي ركعة التانية وأقوم أصلي ركعة التالتة وأركع وأدعر لله عز وجل وأجلس للتشهد مرة واحدة يبقى يا إما يكون فيها تشهدين وسلامين أسلم مرتين يا إما يكون فيها تشهدين وسلام واحد في الآخر يا إما تشهد أخير وسلام فقط تمام معانا اتصال السلام عليكم أم سمية تفضلي عليكم السلام عليكم معانا حزيك فرحبتك سؤال الأيام اللي أنا فتتها في شهر رمضان وعايز العصيم اللي هم السلام عليكم فهل ينفع لازم ينفع عصيم بأيام اللي أنا فتتها الأول ولا فتتها الأول ولا فتتها من شوال وبعدين سنبق وراهم تمام حاضري يا أم سمية سؤال ثاني معاليك فرحبتك تمام حضرتك معاليك أنا سعاد فصلي يعني يعني بحث أن أنا جسمي تعدم فبصلي ونعدم فأذرش أن أنا أعطي ده صلاة الفريضة ولا صلاة الترويح مثلا لا في الفريضة ماشي يا أم سمية طب يعني يعني إيه مش قادرة تقعودي يا أم سمية بعد إذنك لأن دي نقطة مهمة جدا معاليك يعني حضرتك ممكن بحث بقلق في جسمي بدوخة كده يعني القيام في الصلاة يا أم سمية ركن من أركان الصلاة في الفريضة في الفريضة وحتى في السنة صلاة الترويح أو السنة اللي بعد الصلاوات مهم جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجالس اللي هيصلي صلاة السنة هو قاعد نصف صلاة القائم يعني لو الصلاة عليها ميت حسنة اللي قاعد هياخد خمسين بس تمام في صلاة الفريضة ده ركن من أركان الصلاة فلو أنا قادر أن أنا أتحامل على نفسي وأصلي قائما ده الأفضل إلا في حالة بقى التعب الشديد آلام الظهر اللي ملهاش الصعبة شوية حد يعني ربنا يعافي المسلمين أجمعين عمل عملية عنده كسر الحاجات الصعبة دي إنما لو قادر أن أنا أقوم أروح حضرتك تروح المطبخ قادر أن أنت تروح المطبخ قادر أن أنت تقف تملي مية تعملي أي حاجة في قد وقت الصلاة فما ينفعش نصلي قاعدين ولو صلينا قاعدين مع القدرة على القيام بطلة الصلاة فيعني إيه الترخص والتهاوم فيها مش كويس خالص فإحنا لو إحنا قادرين نصلي إحنا وقفين مع شوية مشقة متحملين قادر أن أنا أتحملهم وفي بعض الفقاء قالوا قاعدة لو أنا قادر أن أنا أقف لأي شيء من أمور الدنيا يعني فيه ناس بتروح تقف على مكنة الصراف بالربع ساعة ويجي صلي وهو قاعد طيب ما أنت قادر تقف فالقدرة على القيام يعني نقدر نحسبها لو أنا قادر أقف لأمري من أمور الدنيا زي إيه مثلا الست بتبقى قادرة تقف في الشقة ساعة بتنظف فيها في المطبخ ساعتين إنما لو عندنا مانع قوي يمنعنا من القيام بعض المسنين كبار السن يعني الوقوف صعب ده هم بيمشوا أصلاً والظهر منحني ربنا يبارك عمرهم أجمعين ويبارك صحتهم يجعلهم من أهل الجنة الوزن الثقيل الذي يعني يصعب معه الصلاة واقفاً وخصوصاً في السجود كمان يبقى أمر غاية في الإرهاق فهذا يعني يباح لها أن تصلي جالسة أما الإنسان يعني ما يبقاش الأمر فيه شوية تهاون جينا من الشغل تعبنين فنصلي وإحنا قاعدين ده كله يعني لا يجوز أم سمية سألت سؤال بتقول المرأة أحياناً تفطر بسبب عذر شرعي في رمضان خمس أيام أو ست أيام بنيجي بعد رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كمن صام الدهرة كلها طيب الست تقول أصوم الست من شوال الأول ولا أقضي ما علي من رمضان أولاً الأول نصوم الست من شوال دين الله أحق أن يقضى نرجع نشوف فعل أمهات المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الأيام التي كانت تفطرها في رمضان إلى شهر شعبان لأن الست من شوال مش هقدر أرجعهم مرة تانية يعني شهر شوال فيه ست أيام لو مقدرتش أصومهم خلاص مش هقدر أعواضهم مرة تانية إنما الأيام اللي أنا فطرتها في رمضان معايا حداشر شهر أو عشر شهور تانيين أقدر أصوم فيهم الخمس أيام أو الست أيام طيب الأفضل أعمل إيه؟ الأفضل إن أنا أجمع ما بين الأمرين أصوم الست من شوال وأصوم الخمس أيام أو ست أيام القضاء في رمضان بعد العيد لو أنا قادر أن أعمل كده أو الست قادر أن هي تعمل كده فهذا الأولى والأفضل طيب مش هتقدر تجمع بين الاتنين يبقى نصوم ست من شوال وبعد ذلك نقضي أيام القضاء من رمضان ومعنا عشر أشهر إلى قبل رمضان المقبل إن شاء الله عندنا من الأمور المهمة وكويس يعني أم سمية سألت عن ست من شوال من علامات قبول الطاعة أن نتبعها بطاعة ولذلك بعد ما بنصلي الصلاة نقوم بنصلي بعدها السنة أو نستغفر يعني أول ما بخلص الصلاة أقوم أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم منك السلام وعليك السلام تبارك تياذا الجلال والإكرام سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر أقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالإسلام بيعلمنا أن بعد كل طاعة أعمل طاعة تانية فمن علامات قبول الطاعات أن تبلغنا لطاعة بعدها أصوم بعد كده أعمل إيه أصوم ستة من شوال أروح أحج أذبح الهدي وأصوم ثلاث أيام في الحج وسبع أيام إذا رجعت لمسألة فقهية الصوم الزكاة يعني دايما الإنسان بعد كل طاعة يقوم بعمل طاعة أخرى فهذه من علامات قبول الطاعة فإحنا دخلين على العيد ويوم العيد في ناس بتقول دي يوم فرح وبيبحبحوها على نفسهم ودي كرسة كبيرة جدا الإنسان تعب في رمضان فصام النهار وقام الليل وقرأ القرآن ومنع نفسه عن كثير من الأمور وييجي في يوم العيد يضيع كل ده هو إحنا بنصوم وبنصلي ونذكر لرمضان ولا لله عز وجل اللي هيقع في هذه المسألة دي مشكلة كبيرة أنا كده هل الصوم أثر في قلبي فجعلني تقيا ببعد عن المعاصي ولا لأ لما أجي يوم العيد وأنفلت وأنحرف وعمل كل حاجة محظورة ما إحنا خلاش خرجنا من رمضان إحنا خرجنا من رمضان ما خرجناش من الإسلام إحنا خرجنا من رمضان ما خرجناش من الدين رمضان خلص بس الله عز وجل موجود إلى الأبد هو الذي أعطى رمضان هذه الأفضلية هذه البركة هذا الخير فما ينفعش آجي يوم العيد وكأني أتحلل من كل شيء خلاص بقى أنا يعني ساعة وساعة زي ما بيقولوا ساعة نصوم وساعة بقى نفجر ونفسق لا يجوز يعني الإنسان يكون خايف على نفسه بيحب نفسه ما ضيعش اللي أنا كسبت كله في لحظة واحدة لا يوم العيد ده يوم فرح بالصوم فرح أننا ربنا وفقني للصيام تمام فرح بطاعة الله عز وجل فأكون حريص تمام الحرص أنني لا أعصي الله عز وجل وأننا أجاهد الشياطين وأجاهد أصدقاء السوء وأكون ثابت على الطاعة وأخذ قرار يا رب أنا أعبدك أنت خلقتني وأنت رزقتني وسترتني ورحمتني ورحمتني وأكرمتني نحن في نعم عظيمة جدا تستحق الشكر طوال الوقت تستحق التقرب من الله عز وجل في كل لحظة لا يمكن أن نشكر الله على نعمه مش هنقدر ولكن نحاول أن نكون من الشاكرين أوحى الله عز وجل إلى داود يا داود شكرني قال يا رب كيف أشكرك والشكر منك نعمة دا أنا لما أععد أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وأععد أقول يعني يا ربنا لك الحمد أن خلقتني وهديتني ورزقتني ويبقى معايا فلوس فأقول دا شكر النعمة دي إن أنا أتصدق فأتصدق ويبقى معايا يعني سيارة فأقول ده شكر السيارة دي إن أنا أساعد بيها محتاج أو أوصل بيها مريض أو أساعد بيها حد فأقوم أتصدق من صحتي وإعملوا ألا داودا شكرا لو أنا بعمل كده ده توفيق من ربنا ربنا وفقني أن أكون من الشاكرين فده يحتاج إلى شكر يعني أنا لو كنت من الشاكرين فأحتاج أشكر ربنا على نعمة الشكر تخيلين عجز الإنسان فقال يا ربي كيف أشكرك والشكر منك نعمة قال يا داود الآن شكرتني أنت عرفت أن أنت إنسان ضعيف عاجز الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله لو عكتكم مفكر من اليومين اللي أنت صمتهم ده لتدخلوك الجنة أبدا والله ولا الليل اللي أنت قمت ده يدخلك الجنة ولو أنفقت كل أموال الدنيا لن تكون كافية لدخولك الجنة دا بيقول للرسول ولا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن يتغم دنيا الله بمغفرة منه ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان ما ترك لنفسه شيء في غزوة حنين الرسول وزع ما قيمته 800 مليون جنيه لما جم حسبوا غنائم حنين جابوا الإبل 24 ألف وأربعين ألف من الغنم جمعوا الإبل والنساء وأربعة ألاف قيمة من الفضة وقيموها بسعر النهاردة الجمل النهاردة عامل كام 30 ألف مثلا اضرب في الرقم الخروف عامل كام 5 ألف أو 3 ألف اضرب في الرقم جمعوها لقوها 800 مليون جنيه أنفقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد مع إن الرسول صلى الله عليه وسلم له الخمس يعني له 20% من هذه الأموال 20% ده رقم ضخم عشرات الملايين يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم الناس اجتمعوا عليه عاوزين تاني يعني يدي لواحد مئة من الإبل واربعين أقية من الفضة فيقول له عاوز تاني فيدي له تاني فكان كريما سخيا صلى الله عليه وسلم فبعد ما وزع الغنائم اجتمع عليه بعض العرب وأخذوا رداء النبي صلى الله عليه وسلم وكان في إيده وبرت بعير شعرايا من الجمل فقال أيها الناس أعيدوا إلي ردائي فوالله ما أبقيت لنفسي هذه لم يبقي لنفسه شيء مات صلى الله عليه وسلم وليس في بيته شيء كان يصبح يعني الرسول ما كان فقير ولكنه كان زاهد في الدنيا كل هذا الجهاد وإصال الرسالة وتحمل الألم ومحاولات القتل والقرآن وعلم البشرية الخير ويقول صلى الله عليه وسلم حتى أنا يعني الرسول ما عمل عمل أن يدخله الجنة تخيل إلا أن يتغمى دنيا الله بمغفرة منه ورحمة اللهم تغمدنا بمغفرة منك ورحمة فالإنسان الطائع ما تغترج بطاعتك ده بالعكس لو أنت طائع بجد لو أنت طائع بجد تحفظي نفسك أكتر بعد العيد نحفظ عينينا أكثر وأكثر نحفظ الأذن أكثر وأكثر نحفظ القلب نحفظ اليد فلا نأخذ ما ليس بحقنا نحفظ الجوارح نكون أقرب إلى الله عز وجل حتى يتقبلنا الله سبحانه وتعالى فيوم العيد ونستقبل العيد بطاعة الله عز وجل بثبات على المعصية أتحدى الشيطان أقول كذا يا رب أنت قلت إن الشيطان لكم عدون فاتخذوه عدوا سمعا وطاعة يا رب فلن أنظر إلى الحرام ولن أقول الحرام ولن أسمع الحرام ولن أفعل الحرام وسأسمع وأطيع لخالقه وربه سبحانه وتعالى لن أخرج من الصيام لن أخرج من القيام لن أخرج من علاقتي مع القرآن إلى معصية أبداً شيء سيء الله عز وجل يقول في القرآن وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَا الوحدة اللي أعدت تغزل ويعني تعبت في هذا الغزل أوقات كثيرة وبعد ما أتمت غزل هذا الأصوف أو هذا الحرير أعدت تفك مرة تانية فضيعت كل المجهود اللي هي بذلته وكذلك بعض الناس للأسف حينما يخرج من رمضان ينقض كل صومه وكل قيامه وقرآنه ودعائه بسبب تهونه في أقرب الأيام من رمضان وهو يوم العيد فنستقبل العيد بالعزم الأكيد بالعزم الأكيد على الثبات على طاعة الله عز وجل رمضان بيقول لنا إيه أنت قادر تصوم أنت قادر تترك الحرام وأنا أعرف ناس كتير جدا يعني بالنهار ما بيشتمش أول ما يفتر عادة ممكن يشتم وفاهم الإسلام غلط بس أنت قادر أن أنت ما تشتمش أنت قادر تتحكم في نفسك ما يشربش السجاير بالنهار ويشرب سجاير بالليل لأن ليل رمضان كأنه مباح يعني معنا اتصال أم يوسف سلام عليكم وعليكم سلامة الله بركاته أم يوسف تفضلي لو سمحت فضلك السجاير تفضلي جزي 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 يفضل في السجاير جاي بغالي وهو يعني هي طالتها رمضان كالنسار في رمضان أنا مش سامع كويس والله يا أم يوسف ممكن حضرتك يعني تعالي الصوت أفضل بغمك لو سمحت يا فضلت السجاير جزي جاي بغالي وشهر كده بغالي جي أول رمضان كده يعني عمد الله على السلام بأكسة طيب على طولي أنا فضلتلي سيقبي وعايز يقولي أنا الشكل كان يوم عيد وكلب وحش معاي وعلى طولي سمعني كلام مش غير وكلا على طولي يستذبلي طيب هو كان في يا أم يوسف هو كان في شغل ورجع من الشغل هو كان يسافر تضالي سنتين ونصر كان في لبن وجي ثلاثة رمضان طيب ظروفه صعبة أم يوسف يعني هو راجع من الشغل مش مبسوط مش جايب فلوس معاك كفاية ظروفه صعبة ظروفه مش جايب بس أنا مش غالب على جب الظروفه معلش يا أم يوسف أنا عارف أن أنت ممكن تكوني خلال السنتين دولة قاعدة بتعاني مع أولادك ونفسك زوجك يبقى جنبك وفي حضنك وبتعد الأيام إمتى حيرجع والإحساس ده صعب أنا متأكد كذلك زوجك كان نفسه يعمل لكم حاجة كان نفسه يحوش فلوس ويجمع فلوس علشان يقدر يأمن لكم حياتكم أحسن يوسع عليكم في البيت يعمل مشروع يعني يعمل حاجة لمستقبل الظروف صعبة وأنا أعرف ناس كتير جدا مسافرين ومتبهدلين بيبقى جاي نفسيته وحشة شوية بيبقى جاي مضغوط بيبقى جاي مش طايق نفسه محتاج إن إحنا نتحمله يا ميوسف إن إحنا ما نحاولش نضايقه لو عاوز ينام نسيبه ينام لحد ما يفوق لحد ما يخرج من اللي هو فيه قد يكون قاعد دلوقت في مصر مش لقي شغل أو مالوش نفسي يروح شغل أو هو جاي في وقت صعب في رمضان وصيام ولسه هيدور على شغل وهو زي ما أنت بتقوله ظروفه صعبة أي نعم أنت صدت أصيلة ومشي على قده بس الراجل لما يبقى قاعد في البيت مش لاقي يصرف أو معهوش فلوس كفاية بيبقى شاي لهم الدنيا كله والله يا ميوسف فاستحمليه استحمليه ويعني ما تحاولش تتكلم معاه كتير هو متدايق ما تطلبش منه طلبات كتير اختار الوقت المناسب ودعي له كتير يا أمي يوسف وربنا يفرج كربكم إن شاء الله معنا اتصال محمد معنا اتصال محمد عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالي شيخ يا مرحبا سيد محمد أحضرك بأخيرك مش من سينة والله يا أهلا بأهل العزة والكرامة أهل سينة ربنا يبارك وعمر كرم أشكرا كسير أستازنك لو سمحت لو فيه إنسان محتاج محتاج زكاة يعني تمام بس نفسه عفيف شوية هو مش قبل على نفسه تمام فيه يعني أي طريقة وصلها له يعني بشرطه ما قولوش أنه أنه زكاة عادي يعني يحسب زكاة أي نعم أي نعم هو فيه ناس كتير جدا يا أستاذ محمد بيبقى عندهم عزة نفسه زي ما حضرهاك قلت وهم من المستحقين للزكاة لا يسألون الناس الحافة الناس دي كتير جدا وكويس إن أنت بتدور على الناس دي كويس جدا إن فيه ناس بتدي اللي بيطلب وبتسيب المحتاج المتعفف ودولة ناس كتير ممكن لو هو عنده فودفون كاش أحول له الفلوس على فودفون كاش وأبعط له رسالة أقول له دي هدية مني ليك وكل سنة وأنت طيب أو أخلي حد يبعته له في البريد أو يعني أشوف هو محتاج إيه في البيت محتاج غسالة تلاجة أي حاجة أبعطها له هدية أوصلها له كده عن طريق أي حد يعني ممكن أشوف حاجات هو محتاجها وأجبها له على سبيل الهدية ومش لازم يعرف إن هي مني لأن انت عارف الناس دي بيبقوا معتبرين دي جمايل ويبقى شايل همها عشان يردها مرة تانية ففي أكثر من طريقة إن احنا نوصل له الفلوس بدون ما نجرح كرامته ولا نجرح شعوره ولا يكون هو عنده المقدرة إن هو يرجعها لحد مرة تانية ولا حاسس بجميل الحد وربنا يكثر من أمثال هؤلاء المتعففون ويكثر من أمثالك يا أستاذ محمد الذين يبحثون عن هؤلاء ويراعون نفسياتهم وبيحاول إن هو ما يجرحش كرامته ولا شعوره ربنا يبارك عمرك رب عندنا زكاة الفطر وإحنا مش عاوزين ناخد في الموضوع ده وقت طويل لأنه خلاف سنوي موسمي كل سنة بيطلع عندنا رأيين في الفقه رأي قال إن زكاة الفطر لابد أن تخرج حبوب خرجها بقى لبيا وفصوليا أو رز أو دقيق أو كذا ورأي وده جمهور العلماء ده الشافعية والمالكية والحنابرة الأحناف قالوا جواز إخراج القيمة يعني ينفع أحدد كيلو الرز أو الحاجة اللي أنا نطلعها دي أخرج مكانها فلوس لو هي بعشرة جنيه أو بخمستاشر جنيه نخرج الخمستاشر جنيه معنا اتصال ونرجع لكم تاني أم محمد أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله لو سمحت يا شيخ أنت بخينت رجل الزوبي وهو سمعتني على إسمين مرتين أنت كنت بتتكلمي مع زوجك ورحم عليك اليمين مرتين بالإتخاني 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 معناه يمين مرتين والثالثة حضرتك يعني في الوقت فهو قال خطأ الشيخ قال له أنا كنت الصوت بيقطع يا أمو محمد أنا مش سامع كويس بس أنا حاول أقولك أنا فيهمت إيه حضرتك بتتخاني في نفس وقت الخناءة يعني إحنا قفين قدام بعض كده قالك أنت طالق طالق مثلا لأ هو كلمي من مرتين ورحمة ثالث كلمك مرتين وفي الرسيل لأ كلمي من مرتين وفي الرسيل وأنا مش قادر أسمع تحديدا يعني لو في حد سامع ممكن يقولي نقاطع الاتصال ماشي أمو محمد ممكن ترجعيننا مرة تانية وإن شاء الله نجيبك زكاة الفطر يجوزه إخراجه زكاة الفطر قيمة ينفع نطلع 15 جنيه اللي حددتها دار الإفتاء واللي عاوز يخرج حبوب يخرج ما فيش مشكلة خالص ولكن أنا بندور على مصلحة الفقير أنا بشوف بعيني الفقير ياخد الحبوب ويوديها للسوبر ماركت الكيلو لو ب15 بيبيعوا بعشرة أو ب12 عشان يستفيد بالفلوس فإحنا هندور على مصلحة الفقير لو واحد ظروفه المادية متيسرة يطلع 15 جنيه لا ممكن تطلع 25 ممكن تطلع 60 ممكن تطلع 100 على الفرض الواحد يعني على حسب ظروفك الاجتماعية فمن تطوع خيرا فهو خير له استقبال العيد ورسالة لكل زوج والكل أب والكل أخ التوسع على الأهل وسع على أهل بيتك أنفق ينفق عليك ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا فلما هتوسع على أهل بيتك وعلى أحبابك الله عز وجل يخلف عليك ويرزقك الخير ويؤلف بين قلوب أهل البيت فالتوسع على الأهل من الأمور المهمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول العبد مالي الواحد يقول فلوسي وليس له من ماله إلا ثلاثة ما أكل فأفنى الأكل اللي أنت أكلته وما لبس فأفنى اللبس بتاعك وما تصدق فاقتنى ثلاث حاجات أكلك ولبسك وصدقتك وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس فالرسول صلى الله عليه وسلم يوصلنا رسالة نوسع على نفسنا في الأكل والشرب واللبس بما يعني لا يكون إصرافا ولا تبذيرا وهكذا نستقبل العيد طائعين لله عز وجل ملتزمين بأوامر الله عز وجل نخرج زكاة الفطر قبل المصلى العيد نوسع على الأهل والأصحاب ونكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الآمال وأن يتقبل منا وإياكم الصيام والقيام وصالح الأعمال ونراكم على خير وكل عام وأنتم بخير سعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال اشتركوا في القناة